موقف كبير جدا وموقف نبيل جدا من مجلس إدارة النادي الأهلي نادي بيرامدز نزل 5000 جنيه مقصورة سعر التذاكر و2000 جنيه للدرجة الأولى و200 جنيه للتالتة شمال طيب ليه يعني اللي هيروح المطش ده هيقعد جنب مين هيقعد جنب جياني انفنتينو مثلا هيقعد جنب رونالدو هيقعد جنب ميسي هيقعد هيقعد هو انت فاكر نفسك انت راح ملعب اسمه سانتياغو ده ولا ملعب برشلونة انت فاكر نفسك مين يعني نادي بيرامدز ده قبل ما يكلح على جماهير النادي الأهلي انت ما سألتش على جمهور النادي الأهلي انت ما فيش حد في إدارة بيرامدز عرفك مين هو جمهور النادي الأهلي انت جايه تكلح على ملوك الكلحة يعني انت جايه تكلح على ملوك الكلحة ده انت خليت مجلس إدارة النادي الأهلي نفسه اتحرك انت خليت جماهير النادي الأهلي نفسها لو ما معهاش فلوس هتبيع هدومها علشان تروح المباراة ده يا مجلس إدارة بيرامدز قبل ما تعملوا حركة زي دي اسألوا على جمهور النادي الأهلي انت خرقتوا الأسد من عرينه زي ما بيقولوا كده انت خرقتوا الأسد من عرينه وجمهور النادي الأهلي محدش بيعنده ومحدش يكلح عليه ده هم مملوك الكلحة لو ناسي اسأل جمهور التحق جد السعودي في كاس العالم للأندي طلعوا حفّلوا على جمهور النادي الأهلي إيه اللي حصل قولوا لي كده إيه اللي حصل إيه اللي حصل إن ملعب الجوهرة المشعة كله في السعودية كان كله جماهير النادي الأهلي تخيلوا الملعب كله كان أحمر ده ده بس رد بسيط على مجلس إدارة بيرامدز قبل ما تعمل حاجة ضد الجمهور اسأل على جمهور النادي الأهلي اسأل على جمهور النادي الأهلي طيب توجهات من مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الأهلي يتحمل قيمة تذاكر جماهيره في مباراة بيرامدز ويحدد خمسين جنيه سعر التذكرة في مبارياته القادمة ده بيان رسمي من النادي الأهلي ورد امبارح بالليل وجه الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي صباح يوم الخميس بعد العرض والموافقة مع مجلس إدارة النادي بإرسال خطاب رسمي إلى ربطة الأندية المحترفة يطلب فيه مخاطبة نادي بيرامدز للتواصل مع الشرك التذكرة لتمكين النادي الأهلي من سداد القيمة المالية الكاملة للتزاكر فئة الدرجة التالتيمين المخصصة لجماهير الأهلي في مباراة بيرامدز ببطولة الدوري والمحدد لها يوم لتنين المقبل بملعب الدفاع الجوي جاء في الخطاب الذي تم إرساله بالفعل أن نظرا لأسعار التذاكر التي تم الإعلان عنها في ظل الظروف اقتصادية صعبة فإن النادي سوف يقوم بسداد قيمة 7500 تذكرة الخاصة بالدرجة التالتيمين التي قامت جماهير الأهلي بشراءها على أن يتم إعادة المبالغ التي تم تحصلها الأصحابها من الجماهير وسوف يتحمل النادي أيضا كل الرسوم المالية المترتبة على إعادة سمن هذه التساكر يذكر أيضا أن النادي سبق وأن أرسل خطابا للربط بتاريخ 13 يوليو الجاري يخطرها بقراره الخاص بتخفيض سعر تذكرة الدرجة الثالثة في جميع المباريات القادمة المملوكة للنادي إلى 50 جنيه ولأن هذا المبلغ أقل من قيمة تكلفة التسكرة تقرر أن يتحمل النادي الفارق المالي المستحق لشركة تسكرتي في هذا الشأن وذلك للتخفيف عن جماهير النادي الأهلي شفتوا موقف النادي الأهلي يا جماعة شفتوا موقف جماهير النادي الأهلي يعني شفتوا موقف مجلس إدارة النادي الأهلي مجلس إدارة النادي الأهلي يا جماعة ما بيسبش جمهوره ما بيسبش جمهوره وجمهور النادي الأهلي ما بيسبش نديه مهما خصل مهما غليته التساكر مهما عملتم دايما احنا كلنا على الحلوة والمر معاه انتو خرقتوا الاسد من عارينه ومش هتعرفوا تحشوه مصر النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي دايما ستخلق في سماء مصر وفي سماء الوطن العربي كله مهما تعمله مهما تعمله ده جماهير النادي الاهلي ده جماعة دول ملوك الكلاح دول ملوك الكلاحة ده لما بيتخطوا في حاجة لا محدش يقدر يوفق قدام جماهير النادي الاهلي انتو بتتكلم على نسبة 80% من شعب مصر اهلاوي بتتكلم عن نسبة 80% ولا 90% من الوطن العربي اهلاوي يبقى لما تتكلم وتحب تواجه ما توجهش الغلابة ما توجهش الجماهير ما تغليش يعني التذاكر على الجماهير التذاكر دي او مباراة كرة القدم بالنسبة للجمهور هي النفس اللي هم بيتنفسوه هم الحاجة الحلوة اللي بقيالهم في حياتهم لما بياخدوا ولادهم وبيخرجهم ويروحوا المدرجات ويتفرجوا ويشجعوا وينبسطوا ليه تمنع الفرحة دي عنه ليه تمنعها انت كان عقلك فين يا مجلس ادارة براموز وانت بتعمل كده انا عارف ان جماهير النادي الاهلي هي السلاح رقم واحد لانتصارات النادي الاهلي لان الجماهير دي لما بتشجع بتزلزل الاستاد بترعب اللاعبة اللي قدام لعبة النادي الاهلي لعبة الاهلي يعني متعودة هي متعودة على الضغط ده يعني مجلس ادارة براموز قبل ما تزود التذاكر انت مش عارف ان الازمة المالية الضخمة الازمة المالية الضخمة اللي الجماهير يعني او الشعب المصري كله بيعانيها ما انتش عارف ان فيه ازمة مالية وازمة اقتصادية وغلق اسعار ويه ويه حاجات كتير قوي انتو مثلا عشان الفلوس عندكم بالطن هتيجوا تفتروا على الشعب هتيجوا تفتروا على الناس هتفتروا على الجماهير يعني جماهير النادي الاهلي طب انت نادي ما عندكش جمهور انت نادي ما عندكش جمهور دي مشكلتك مش مشكلتي ماهي الجمهور ما بيتشارش بالفلوس الكم مشجع زي مالكاو اللي انت اشتريتهم في ماتش بيرامدز الاولان مع الاهلي بكم وجبة وبمتين جنيه ولا بخمسمائة جنيه الواحد ده غباء على فكرة غباء لان النادي الجمهور لما بيشجع بيشجع فريق عنده تموح فريق عنده بطولات لكن انت فريق تم تأسيسك من ايام المستشار توركي قال الشيخ مو يعني تأسيسك عشان تحارب النادي الاهلي بس عشان تنافس النادي الاهلي على البطولات عشان تاخد البطولات من النادي الاهلي لكن انت ما تعرفش ان ما فيش فرقة في الوطن العربي ولا في افريقيا ولا في مصر تنافس النادي الاهلي ده انت لو حطيت النادي الاهلي في مباراة قدام ريال مدريد وإدارة ريال مدريد كلحت على جماهير النادي الاهلي كده انا بقولك هتشوف أسود في أرض الملعب مش هتقول لي بقى داريال مدريد وده الألاء لعبة النادي الأهلي لعبة بتغير على الجماهير بتاعتها وأنا بقول لك هوا يا بيرامد يوم لتنين هتاخد درس ما خدتوش في حياتك لعبة النادي الأهلي هتديك درس ما خدتوش في حياتك هيعرفوك لعبة الأهلي هتعرفك يعني ايه تحترم جماهير النادي الأهلي لعبة الأهلي هتعرفك ازاي تجيلك الجرأة ان انت تتحدى جماهير النادي الأهلي وافتكر الكلام ده كويس وافتكر الكلام ده كويس لما تحب تعمل أسد وتعمل كبير ما تعملش على جماهير النادي الأهلي وما تعملش على النادي الأهلي لأن النادي الأهلي هو الكبير والكبير ربنه النادي الأهلي محدش يقف قدامه خصوصا في الحاجات الإنسانية قادي مجلس إدارة النادي الأهلي قرار رسمي بتحمل النادي الأهلي قيمة تذاكر التالتة يمين ما تذاكر التالتة شمال على فكرة كلها نفزت الأهلي اشتراها بحلها ودي تذاكر الدار التالتة يمين الأهلي الاخرى اشتراها فالأهلي تحمل قيمة القيمة المالية للتذاكر هو ده جماهير النادي الأهلي هو ده مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة المحترم الكابتن محمود الخطيب عشان بس تعرفوا أن النادي الأهلي محدش بيعاند جماهيره مش هتول على حضراتك أكتر من كده بشكرك يا صديقي أن انت كملت معايا الحلقة للنهاية استنونا إن شاء الله في فيديو قادم وفضلا وليس أمرا ادعمنا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك كل جديد بشكرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته